اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنتأمل أو نستيقظ بعد طول رقاد أو نفق من بعد طول الأحلام لنقرر لأنفسنا طريقا مصيريا كي نقود الأمة إلى بر السلامة والمحبة والعدل والكرامة الإنسانية والإسلام في كل مكان والسلام والمحبة والتآلف والتناصح والتراح هذا التراح والتآلف والمحبة والذي جمعنا هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا أنتم بعتم وأتحابقتم قالوا بلى يا رسول الله قال أشهر السلام بيوم إشاء السلام ليست كلمة نقولها ولا شعارا مردده وإنما هي قول وعمل وسروق لكنها الرحمن لكنها الرحمن هي أصل الوجود الرحمن علم القرآن خلق التنسان علمه الضيان الشنف والقمع والقصبة والدجب والشتر الرحمن فيض من الرحمن الجود أصل الوجود لأنه لا يجب عن الله شيء فهو خلق الإنسان ويجعله مرحوم لكن الإنسان قد يتنكب عن هذه الرحمن في المدينة غيرها قبل ما مند أوائل رحيم الله تعالى قصفوا العالم إلى دار إسلام دار كوفر دار حرب دار حرب هذا التقسيم ليس ملكورا لكتابه والسنة بشكل صريح كانت فيه كلمة دار الهجرة قبل مكة قبل فتك مكة لماذا تحف مكة لا يجب عن الفتك انتهت الضغيفة إذن فهذا التقسيم كان تصنيفا ولن يكون توقيفا لما يكون توقيفا لن يكون توقيفا لن يكون توقيفا لهذا اختلف العلماء الخلفيته على كاسان في بداية الصناة مثلا وصفها دار الإسلام لدار الامن بمعنى قال إذا كان للمسلمين الامن لكنه أساد وإلى آخر الخوف إلى آخر الخوف من أين أتى بها فليكون الامن بسبيل لبلاء النووي والمارضي جماعة تعرفونهم قالوا إذا مجد بيت واحد لبلدي كل أهله من الكفار أين غير المسلمين فهذا البيت تجعل هذا الهداء الضارجة لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخيه هذا من هو؟ طبعا كثير من طلبات المقبلة أخيه موسيقى أو يقول أخيه هو شاتبي هلا مذهبي لكن هذه الأخوة يقول علماء هي أخوة الإنسانية من قال ذلك؟ طيب نحن هناك سابقين نحن بعضنا سابقين النووي تعرفونهم قال ذلك النووي لشحي ريال الحديث قال إن هذه الأخوة تشمل الإنسان لإنسان كان على ذلك أولو يكون على ذلك ترجمة نانسي قنقر